تعتبر زهرة الجوليا من الأزهار التي ألهمت ملوك ورؤساء حكومات في الماضي لتكون موضوع عالمي بمدينة المنيعة ولاية غردايا والتي لقبت حينها بقلعة الورود لدرجة أن الملكة إليزابات ثانية من كانت تقتني كل أسبوع باقى ترسل خصيصا لقصرها العروس الجوليا هو العروس داماس ولكن العروس داماس لا يوجد بيطال ياسر يجلبها هنا كبرت الورودة كبرت وفتحت والتي ريحة أقوى من العروس داماس والعروس داك الوقت تشهرت والتي تمل هنا كل سمانة كل يوم الجمعة يمشي بوكيد روز لإليزابات وهذا الشي اللي خلى الأمراء الملوك الرؤساء المختصين كلهم يبرمجوا مؤتمر الورود في المنيعة في سنة 1930 على غراري زهرت الجوليا عشرات الأصناف الأخرى من الورود والنباتات الطبية والعطرية النادرة أثبتت نجاحها في المنيعة بالرغم من تجارب محلية بسيطة في صورة لثروة منسية يمكن أن تكون مشروع لأكبر صيدلية طبيعية مفتوحة على الهواء بالإضافة إلى هذه الأصناف عدة أصناف أخرى من الظهور والنباتات الطبية والعطرية والبرتقال داعا سيتها أنا داك في المنيعة هذا المنتوج الطبيعي الذي نطمح من خلاله لأن تصبحها قلعة الورود المنيعة أكبر صيدلية طبيعية مفتوحة في العالم وهذا لشساعة وانبساط أرضها وعدوبة ونقاوة مياهها المتدفقة طموح يبقى قابل للتدسيد لإعادة الاعتبار لمدينة المنيعة باسترجاع مجدها الضائع كقلعة للورود وفق رؤية اقتصادية مستدامة لإنتاج أفخر أنواع العطور والمواد الطبية التجميلية خاصة وأن بيئة المنطقة مناسبة لنمو هذه الظهور